السكران هو الشخص الذي سكر إما بإرادة منه أو بغير إرادة يعني إيه؟ يعني واحد جه على المجد وشربه ما يعرفش فيه إيه اعتقد أن فيه مية أو حاجة ساعة فشرب ثم تبين له أنه مسكر أو حد أكره أنه هو يتناول شيء مسكر أو خدر أو يعني دس له شيء مسكر طب ده طلاقه يقع ولا ما يقعش الفقهاء اختلفوا في القضية دي اختلاف كبير أوش الجمهور من الفقهاء اللي هم السادة الأحناف والسادة الشافعية والسادة المالكية والحنابلة والسادة الزيدية وسيدنا سعيد بن المسيب من التابعين وعطاء ومجاهد وابن سيرين والحسن وغيركم وابن عباس وابن عمر ورضي الله عنهم جميعا قالوا بأن طلاق السكران يقع ده جمهور الفقهاء استدلوا على كده بإيه؟ قالوا إن السكران خلي بالكم من السكران هنا بقى اللي أصدوم عليه اللي هو أذهب عقله بإرادة واختيار مناش دعا بالراجل اللي ادسله حاجة ومعرفهاش أو الراجل اللي شرب حاجة على سبيل الخطأ لا هم بيتكلموا هنا على الراجل اللي راح السكر بمزاجه فقالوا إن الراجل ده أذهب عقله بنفسه عمدا فعلشان كده يتحمل وزره فلو قتل يقتل ولو قذف يجلد ولو طلق يقع الطلاق أدي أول حاجة قالوا النقطة التانية إن إحنا لو قلنا إن طلاقه ما يقعش مش هيبقى فيه عقوبة عليه ومش هيبقى فيه زجر ليه حيروح كل ما يعوز يطلق مراته يروح يسكر ويجي طلقه ما هو عارف إن طلاقه مش هيقع الأمر الثالث قالوا إن سيدنا علي رضوان الله عليه وأرضاه أوجب الحد على السكران حين قذف يعني فيه واحد سكر وبعدين شتم عرض امرأة أو عرض رجل فرفعوا الأمر إلى سيدنا علي فقال عليه الحد فقالوا لو كان كلامه ما يؤخذ عليه ولا يؤخذ به ما كانش سيدنا علي حد حد القسر قالوا النقطة الرابعة إن هو يتحدث في ملكه يعني إيه الزجة دي تحت سلطته وتحت إرادته فهو مش مجنون علشان تقولوا إن ما قعش طلاقه بقية الفقهاء قالوا لا الكلام ده مش مزبوط ليه قالوا لأسباب أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى حرم عليه إنه هو يقرب الصلاة وقال كده يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ فربنا جعل قوله وهو سكران مالوش قيمة مش معتمد يبقى إذا كان ربنا خلى قوله وهو سكران مش معتمد في الصلاة إحنا نخليه في الزجة معتمد ليه وبعدين تاني حاجة ده زي زي المجنون كلاغوا ما فاقدوا العقل اللي هو مناط التكليف وإذا غاب العقل رفع التكليف لإن المجنون ما بيقصدش ما يفعل والسكران كذلك ما يقصدش ما يفعل فعشان كده ما ينفعش نحزبه على الكلمة اللي بيطلح المجنون ممكن يتهيأ له إنه هو يهد جبل والسكران كذلك النقطة الثالثة قالوا ما ينفعش نجمع عقوبتين على إنسان في حاجة واحدة فالشرع قال إن السكران ده بيجلد أربعين جلدة أو تمانين جلدة حسب إذا كان حر أو عبد وبعدين ما ينفعش إن إحنا نجلده وفي نفس الوقت نوقع عقوبته اللي هو في الطلاق يبقى ده متعدي من العقوبة التي حددها الشرع لغيرها وبعدين القرآن بيقول إيه ألا تزر وازرة وزر أخرى فالزوجة ملها واحد راح سكر تخرب بيتها هي ليه قالوا طيب المهم بعد ما قلنا بقى الأدلة بتعدون والأدلة بتعدون قالوا الراجح إن طلاق السكران لا يقع وبهذا أخذ القانون المصري سواء كان سكر بمزاجه أو غزم عنه خلاص ما يقعش طلاقه لكن قبل ما عد النقطة دي خذوا بالكم إن مش معنا نختلف الفقهاء إن انت خرجت من باب اللي قالوا الطلاق لا يقع لا بنت في مصيبة كبيرة اللي هي مصيبة أن تتناول شيء مذكر مصيبة أن تتناول شيء محرم مصيبة أن يراك الله حيث نهاك مصيبة أن يراك الله وأنت تعصيه مصيبة إن الملك الموت يجي لك ويقبض روحك على كده هتقول لربنا إيه فمش قضية يقع ولم يقعش يخلي بالك من القضية دي كويس أول لكن على أي حال المحاكم المصرية أخذت بأن طلاق السكران لا يقع ترجمة نانسي قنقر